لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ملخص كتاب الرجل النبيل تأليف علي بن جابر الفيفي بصوت رام الرشق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنه كلام الله تعالى الذي يصف نعمته علينا المتمثلة ببعثه لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رجل النبيل جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يتلو علينا آيات الكتاب الحكيم ويجعل من أفعاله وأقواله خير مثال عليها فالنبل ظاهر في تفاصيل حياته كلها في رضاه وغضبه في حزنه وفرحه ولعل هذه السطور تكون الوجهة الصحيحة للأجيال المتعطشة لمعرفة سيرته الفصل الأول من محمد بن عبد الله إلى محمد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم سنبدأ حكاية الرجل النبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سوق مكة وبالتحديد قبل أكثر من 1450 سنة هناك حيث سنشاهد الحياة وهي تضج بالحركة رجل يبيع الأقمشة وآخر يعرض دروعا وفي مدخل السوق رجال يلتفون حول سائس خيول ووسط كل هذا يجلس شاب بهي الطلع رزين الهيئة جميل الملامح في ظل الشجرة يفرش بضاعته إذا سأله أحدهم عنها ذكر مميزاتها وتابع بذكر عيوبها فلا ينفر من يريد الشراء لحسن بيعه وأمانته فيعود آخر النهار بالغلة التي جمعها بمبادئه واعتقاداته الثمينة إلى زوجته خديجة كان هذا هو نبينا الكريم محمد يأخذ القليل من الزاد لركنه الآمن بين الجبال يعتكف في الغار منزها خالقة رب السماوات والأرض وفي لحظة الصفاء الخالصة لتسبيحاته وأذكاره يدخل زائر غريب إلى الغار يقول جبريل بصوته المهيب اقرأ فيجيب محمد ما أنا بقارئ فيضمه جبريل ضمة قوية ثم يتركه ويعيد عليه القول اقرأ فيكرر ما أنا بقارئ ثم يضمه ضمة ثانية ويتركه ويقول اقرأ فيكرر الجواب نفسه يضمه جبريل حتى تتنزل آيات الله على لسانه ويقف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يصغي لها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ومن هنا تبدأ نقطة التحول من محمد بن عبد الله إلى النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم إنها لحظة تحول العالم ليخرج من الظلمات إلى النور وفعلا كان نورا سطع في حياة كل من رأى وتعامل مع هذا الرجل النبيل فما هي تكملة حكايته الفصل الثاني تحلى نبينا الكريم بشخصية عبقرية شملت الحب والوفاء والشجاعة هل سمعت بما يسمى بعبقرية الحب؟ نعم إن للحب عبقرية خاصة وقد اتصف النبي بها فشعور الود والحب كان يدل على عبقريته صلى الله عليه وسلم الذي استطاع بها أن يسعى كل من حوله إذ كان يرى بأن الحب رزق من عند الله ولا حيلة للإنسان به فقال عن خديجة إني قد رزقت حبها كما كان صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه بطريقة حنونة وبكلمات رحيمة إذ اقترب يوما من معاذ وقال يا معاذ والله إني أحبك وكلما اشتاق لأصحابه الذين دافعوا عنه ونصروه دعا لهم وفي يوم ما قال وددت أن قد رأينا إخواننا تعجب الصحابة من قوله أولسنا إخوانك فقال أنتم أصحابي إخوان الذين لم يأتوا بعد فتخيل أن النبي محمدا يشتاق لك ويتمنى لو يراك وفي الوفاء لرجلنا النبيل حكاية وصور لا حصر لها فهو الوفي الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينسى يوما مواقف أبي بكر الشعلة التي بدأت في سجل الإسلام وهو يدافع عنه أيام مكة كما كان صلى الله عليه وسلم يحزن لفراق أحبابه فقد حزن حزنا شديدا عند فراق جعفر وودع حمزة الشجاع بالدموع ومن فارقه ممن استشهدوا في جبل أحد أما فراق خديجة كان الأصعب عليه هي التي نصرته بمالها وعقلها وحكمتها في أحلك الليالي والأيام ولم ينسى فضل أصحابه للدين ولم يتركهم للتاريخ إذ شدد دائما على فضلهم واحترامهم ولم يكن وفاؤه يقتصر على أحبابه بل وشمل أولئك الذين كذبوا بدينه وكان لهم مواقف رجولية معه كان يكن لهم دائما الوفاء لشهامتهم وأبرز مثال على ذلك المطعم بن عدي الذي أجاره في الطائف والشجاعة لا تقل مقدارا عن الوفاء في شخصية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان شجاعا جسورا شجاعا في رأيه وفي حلمه في كلامه ومواقفه جبلا شامخا في المواقف الصعبة يعلمون أن الشجاعة تعني أن تملك نفسك ما استطعت وإن تحدثت بشيء فتحدث بكلام تعني كل حرف منه كان صلى الله عليه وسلم عنوانا للجسارة والإقدام قدوة للصحابة في شجاعته إنه أول من يقبل إذا اقترب الخطر أو أصاب المسلمين الخوف والهلع ومن ذلك موقفه في غزوة حنين وهو يقبل على الموت وسط تلاحم السيوف وهو يردد والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا 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 فأقتل إن جميع هذه الخصال لا تعد شيئا أمام مقدار ما تحلى به صلى الله عليه وسلم من رحمة طالت جميع ما حوله وفي ذلك حكاية لا بد لك من معرفتها اقتباس قال متحدثا عن خديجة صلى الله عليه وسلم بعد موتها إني قد رزقت حبها هكذا هو الحب شيء يأتي من الله لا حيلة للقلب فيه الفصل الثالث في محمد عليه السلام من الرحمة والزهد ما يزيده جمالا وبهاء رحمة لا مثيل لها تكمن في قلب ذلك الرجل النبيل عما سواه لم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم تقتصر على زوجته وأهله فقط بل شملت كل العالمين لدرجة أنه كان يشعر بحزن الطيور فقد قال يوما حينما رأى حزن حمامة على فرخها من فجع هذه الحمرة بولدها ردوا إليها ولدها فقد كان حريصا أن يسقط إنسانيته على كل من حوله ولا أحد ينسى توصيته للمجاهدين معه في وقت الغزوات بأن لا يقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ومن يتحلى بهذه الرحمة لابد أن يمتلئ قلبه بالحلم والتسامح يعفو عن من ظلم ويغفر ولا ينتقم يعفو عند المقدرة حتى إنه كان يدعو أبي جهل بالموعظة والكلمة الحسنة فلا يفتر أو ينفر وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على العظمة كيف لا وهو الذي عفى عن الأعرابي الذي أشهر سيفه ليقتله بعدما استغل فرصة نومه تحت ظل شجرة وحين استيقظ صلى الله عليه وسلم بلا أثر خوف أو اندهاش تعجب الأعرابي لعدم خوف النبي فقال ألا استخائفا مني فأعرب النبي عن عدم خوفه طالما أن الله معه فما لبث حتى سقط سيف الأعرابي ليصبح بيد الرسول من جانب آخر كان الدرس الأول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لتلاميذه رضوان الله عليهم بأن الدار الآخرة خير وأبقى وأن الدنيا فانية وزائلة ليست سوى جسر عبور إنها ممر لا مقر فأخبرهم أن لا يحزنوا وقد شهدوا ذلك في تصرفاته وكان النبي عليه السلام ينام على حصير يابس ومهترئ يستيقظ فيرى الصحابة أثر الحصير وقد نقش على جسد الرجل النبيل ويؤلمهم المنظر يقولون له لو اتخذنا لك فراشا لكنه كان يأبى إذ ليس له ألفة ومحبة مع الدنيا فهي زائلة لا محالة بنظره صغيرة في عينه كبيرة في عيون من كفروا بهذا الدين فقد آمن أن الدنيا إن لم تكن لله فهي مطرودة من رحمته وكان عليه السلام يعطي مما يملك ولا يخشى الفقر فلا يرد سائلا عن سؤاله كيف لا وهو الذي قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فعلما من حوله الزهد والترفع عن متاع الدنيا الزائل وفي صفاته الأخرى إليك لمحات عنها الفصل الرابع بسمة لم تفارق قسمات وجهه يوما لكنها انطفأت برحيله صلى الله عليه وسلم لم يحتج النبي محمد يوما إلى أموال طائلة أو ثراء فاحش كان وقاره ورحمته وشجاعته وصفاته تشهد بأنه الرجل الأول هيئته عظيمة بلا لمسة مصطنعة وطبيعته عفوية بلا أقمشة معينة ونوره يطغى على أي توهج مزيف في هذا العالم يمشي بلا خدم أو موكب لا حاجة له بمنصب ينظر بنفسه لمن له حاجة أو عنده مشكلة ولا يوكل لغيره كان صلى الله عليه وسلم إنسانا في شجاعته وأحساسه في حزنه وفرحه وحتى حينما ينفعل ويعترض إذ أنه غضب حينما قرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج امرأة ثانية ابنة أبي جهل بعد زوجته الأولى فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنتي عدوه علمنا كيف نحب ونحزن وكيف نبكي ونضحك وأن نعيش الحياة بالشكل الذي أراده الله وهذا ما علمه لأصحابه بقوله وفعله وتفاصيل حياته لقد استطاع صلى الله عليه وسلم أن يجعل من أرواح الصحابة قادة فإذا قرأ خصلة العظمة في أحد منحه نفخة ثناء فقد قال عليه السلام عن حسان بن ثابت هجاهم حسان فشفى واشتفى فأصبحت قصائده سهاما في وجه الكفار نعم المعلم الملهم حول ميول الصحابة إلى أفعال ملهمة تخدم الإسلام حتى أولئك الأطفال كانوا مصدر اهتمام من قبل النبي الكريم يداعبهم ويمسحوا على رؤوسهم فها هو أنس بن مالك خدم عنده عشر سنين لم يزجره أو ينهه عن فعل ترك له الأخطاء ليتعلم منها فهو الرجل النبيل والإنسان العظيم كان محمد صلى الله عليه وسلم كثير التبسم تلازمه الابتسامة في قسمات وجهه فقال عنه عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأولئك الذين يضمرون الشر في أنفسهم كان يلقاهم بابتسامة في اللحظات الجميلة والصعبة إنها الشفرة التي فتح بها النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس لقد كانت الابتسامة لغته طوال حياته وحتى قبل وفاته إلى أن شاء الله وقضى أجله مات الرجل النبيل مات أعظم رجل في تاريخ البشرية فانسحبت كل ألوان الحياة من المدينة بعد رحيله يقف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نفس المكان الذي اتهمه الناس بالجنون في مشهد مهيب في عرفات مئة ألف يشهدون بأنه رسول الله يكبرون ويلبون يخبرهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وسط ذهولهم وحزنهم ثم يفجع المسلمون بخبر وفاته فيصرخ أبو بكر ويسقط عمر وعلي ويتوه عثمان ويسود الحزن والظلام المدينة بأفئدة مكلومة جريحة فقد فقدت أعظم رجل في التاريخ الصادق الأمين ذي القلب الرحيم اقتباس يقول ابن عمر أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فقرة بارزة من الكتاب وفي عرفات وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام مشروعه الناجح وثق أمام أكثر من مئة ألف إنسان مسلم كانوا جميعهم قبل عشرين سنة يسجدون له بل ويعبدون العزة ويعظمون منات الثالثة الأخرى والآن صاروا يهتفون لبيك اللهم لبيك الخاتمة الرجل النبيل إنه النور الذي أرسله الله إلى البشرية جمعا أضاء حياة كل فرد من هذه البشرية بمبادئه واعتقاداته الثمينة حتى قبل أن تتحول حياته ويصبح النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم فقد تحلى بعبقرية في الحب تكفي ليعدي بها من حوله إذ رأى أن الحب رزق من الله كما كان للوفاء والتسامح والشجاعة قدر لا يقل عن تلك العبقرية في شخصيته والتي حلت على جميع من تعامل معه وسمع به هذا بالإضافة لما اتصف به من رحمة وحلم في فرحه وحزنه وحتى في غضبه لقد كان خير قدوة ونعمة أنعمها الله على عباده إنه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر